بسم الله الرحمن الرحيم طبعا كل الطلاب هيقول يا أستاذي هذا يوم الجمعة طبعا صحيح يوم الجمعة طيب نؤدي فيه وقت صلاة الجمعة نؤدي فيه وقت صلاة الجمعة ولكن بصفة متغيرة عن كل صلاة نصليها عن باقي الأسبوع أو أي ظهر نصليه طيب أولا هبدأ الدرس نبدأ نتعرف على تعريف صلاة الجمعة من منطوق لغوي أو شرعي ثم نتعرض إلى حكمها ثم حكمة مشروعيتها ثم شروط وجوبها ثم ننتقل إلى شروط صحتها ثم أدابها ثم الأعضار المبيحة لترك الجمعة ثم ننتقل إلى الأسئلة التقويمية فيها ما نجيب عليهم فيها ما نتركه لكم تجاوبون عليه عن طريق الجروب ومرسلاتنا به حتى نعلم من شارك أم من لم يشارك أولا صلاة الجمعة تعريف صلاة الجمعة صلاة الجمعة هي رقعتين رقعتين تؤديان جهرا في جماعة شرط يا جماعة رقعتين تؤديان جهرا في يعني أرفع فيها صوتي في جماعة في وقت صلاة الظهر من يوم الجمعة يعني وقت صلاة الظهر هو تؤدى فيه صلاة الجمعة رقعتين رقعتين إيه ويقرأ الإيمان بصوت مرتفع ثم حكمها فرض عين على من على من توفرت فيه شروط وجوبها على من توفرت فيه شروط إيه وجوبها طيب شروط وجوبها إيه هننتقل لها عندما إيه ثم معنى فرض عين يعني عليك أنت فرض عين لا تسقط عينك لا تسقط عينك طيب حكم حتمة مشروعياتي هنا يوم الجمعة يوم عظيم يوم عظيم ويباهي به الله عز وجل في أرضه وفي سمائه والناس يتفخرون بيوم الجمعة لأنه يوم عيد للمسلمين يوم عيد للمسلمين فيه يسعون إلى ذكر الله وتمجيد ويجتمعون في بيوت الله متجردين من الدنيا ما هي الدنيا التي كانوا قبل الأذان يبيعون ويشترون وعندما أذن المؤذن ذهبوا إلى الصلاة فإذا يقضي الصلاة فانتشروا في الأرض وبتاغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون هذا حالهم قبل الصلاة وحالهم أثناء الصلاة يؤدي هذه الفريضة العظيمة المحكمة ويسمع من الترهيب والترهيب يعني الترهيب يعني الإمام يتكلم عن شيء محبب إليهم ويثابون عليها والترهيب يحذرهم من أمور يقعون فيها والوعد والوعيد من الله عز وجل لهم والوعد الذي يوعدهم الله بالخير والوعيد بما يفعلونهم من شر فالإمام يتخولهم بالمواعدة ويذكرهم بأمراض المجتمع وينتهوا عنها والتعاطف والتراحم وذلك من خلال الخطبة التي يؤديها الإمام شروط وجوبها شروط الوجوب هي التي توفرت في المسلم شرط المسلم وجبته عليه وصار مكلفا بها وصار مكلفا بها معها يا أحذبي طيب أول شرط من وجوبها هو الذكورة الرجل الرجل هي هو الذي تجب عليه صلاة الجمعة طب المرأة ليست واجبة عليها ولكن إذا صلتها في المسجد أجزتها عن صلاة الظهر أجزتها عن صلاة الظهر يبقى أول بند هو إيه الذكورة اثنين الحرية إيه الحرية ما هي الحرية لا تجب على عبد مملوك لسيده ليه لأنه هو يملوك ولكن إذا صلها في المسجد العبد أجزته عن صلاة الظهر يبقى شرط يا جماعة أن تكون إيه الحرية ثلاثة الإقامة فلا تجب على مسافر فلا تجب على مسافر إلا إذا نوى أن يؤدي إيه يقيم ثلاثة أيام إذا زاد عن ثلاثة أيام فهي تجب عليه يبقى إذا كان مسافران ثلاثة أيام بإقامة ناوي أن يساف ثلاثة أيام إذا يبقى إيه تجب عليه صلاة الجمعة أما ماذا لا تجب عليه صلاة الجمعة أما زاد عن ثلاثة أيام أربعة أيام يبقى سقط إيه يجب عليه أداء صلاة الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة كلام كبير يا جماعة وعظيم خلي بالكم منه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا استثناء مريضاً أو مسافراً أو امرأة أو صبياً أو مملوكاً كم واحد مريض واحد مسافر امرأة صبي مملوك خمسة لا تجب عليهم الجمعة لا تجب عليهم الجمعة أربعة عدم وجود عذر مبيح لتركها فتسقط عن المريض الذي يتضرر بالذهب إليها المريض لا يستطيع الذهاب إليه تسقط عنه وهذا شكل الأمة أو شكل المسلمين في صلاة الجمعة اللهم ارزقنا صلاة الجمعة والرجوع إلى المساجد قلوا آمين آمين ويكشف عنا البلاء والوباء ونجينا من هذا الأمر شروط صحتها شروط صحتها كيف تصح الجمعة المسجد الجامع في مسجد وفي مسجد الجامع المسجد الجامع شروط المسجد الجامع يشترط في أن يكون مبنياً على عادة أهل البلد ويجتمع فيه المصلون على الدوام لا تنقطع فيه الصلاة لا تنقطع فيه الصلاة طيب رقم اثنين اثنين الجماعة أي حضور اثنى عشر رجلاً من غير الإمام يعني الإمام كم بالإمام ثلاثة عشر يباً المصلون المأمومون كم اثنى عشر رجل طيب الاستطان الاستطان ما هو الاستطان يعني تكون مستوطناً مقيم وهي الإقامة على سبيل الدوام في حق ما تصح منه منهم إيه الإقامة أن أنت رجل مسافر فأقامت فيه البلد فواجبت عليك شروط صحة إيه الصيطان يعني ناس مقيمين ليس مسافرين أربعة مع اختلاف الأرقام الإمام ويشترد فيه أن يكون ممن تجب عليهم الجمعة يعني إيه ممن تجب عليهم الجمعة نحن ذكرنا من تجب عليهم الجمعة فيما فوق يعني طيب رقم خمسة نذكر الرقم هنا مختلفة الخطبتان وهما الخطبة الأولى والثانية الأولى طبعاً بإحمد الله ويثنى عليه ويذكر الناس ثم يجلس ثم يوقف في إحمد الله ويثنى عليه ويذكرهم بما جاء في الخطبة طيب أدابها إيه؟ الجمعة أداب كثيرة منها نفعلها بالتلقاء ولكن لابد أن نعرفها إيه؟ المنظور أداب الجمعة بحكم أن أنت طالب تدرس في الصف الثامن للجمعة أداب كثير أولاً الاختسال المتصل بالذهاب إلى المسجد الاختسال المتصل بالذهاب يعني أنت رايح تصل للجمعة غسل مستحف للجمعة غسل مستحف تماماً وتحسين الهيئة تنظر لوجهك تتطيب قص الشارب والأضافر هذه اسمها سنن الفطرة سنن الفطرة التجمل بالثياب النظيفة وأفضلها الأبيض وأفضلها أي الأبيض واستعمال السواك والتطيب تضع العطر والطيب والمشي للقادر عليه عند الذهاب إليها تمشي لها لا تركب يعني وتقصير الخطبتين هذا تحق الإمام يقصر الخطبة ويوجز في الخطبة خاصة الثانية ورفع الصوت بإمام ويبدأ إيه؟ بدء أهمة زي ما قلنا بالحمد والسناء على الله عز وجل ثم إيه؟ من شروط الخطبة يعني طيب الأعذار المبيحة لترك الجمعة مات تؤذر من ترك الجمعة أو مات من الذي يؤذر من صلاة الجمعة؟ العذار المبيحة لترك الجمعة واحد المرض الشديد الذي لا يستطيع صاحبه الحضور إلى المسجد ومن يقوم بتمريده إذا كان محتاجا إليه يعني الأمر يعني واحد مريض أو من إيه؟ يمرضه من يمرضه؟ ليه؟ لا يذهب إلى الجمعة طيب المطر الشديد الذي يمنع المصلي من الوصول إلى المسجد مطر شديد جدا ممكن يهلك الناس أو يهلك الطريق أو يسبب أضرار للناس الخوف من ظالم واحد يوجد في الشارع أو مستبد في الشارع وإيه؟ يخوف الناس أو إيه؟ يضرهم الخوف على مال ثمين يعني أنت خايف لو ذهبت يسرق مالك هذا عدم وجود قائد الأعمى واحد كفيف ولا يستطيع الذهاب إلى الطريق فهي يريد أن يكون معه دليل للذهاب إليها لا يوجد يبقى إيه؟ أضر لهذا وجود رائحة كريهة تؤذي المصلين في مكان سيء يعني حاجة سيئة يعني أضرت بالناس طريقة يعني أضرت فلا يذهب إلى الجمعة وقل بقدر الفقهة ويفتيك في هذا الأمر صاحب الفتوى صاحب الفتوى في وقتها صاحب الوقت في وقتها طيب أنا نتكلم عن الأسئلة أسئلة تقومين السؤال الأول ما وقت صلاة الجمعة وكم عدد ركعاتها؟ ما وقت صلاة الجمعة وكم عدد ركعاتها أحسنت؟ ممتاز إجابتك صحيح نعم إجابة بعض الطلاب صحيح ممتاز وقت صلاة الجمعة هو وقت إيه؟ صلاة الظهر من يوم الجمعة طيب القسم الثاني من السؤال وكم عدد ركعاتها؟ ركعتان تؤديان في جماعة شرط فين في جماعة تحدث بإجاز عن حكمة مشروعية صلاة الجمعة وهذا السؤال واجب لك سؤال الثالث لليمعة شروط صحة وشروط وجوب اذكرها شروط الصحة أجاوب لك عليها وشروط الوجوب أتركها لك في الوجه تحدثنا نحن نحن في شروط الصحة واحد المسجد الجامع اثنين الجامعة بواحد الحضور جماعة المسلمين الاستطان الإقامة الإقامة اللي انت تكون ايه؟ مقيم والخطبتين هذه هذه ايه؟ عذرة هذه شروط الصحة شروط ايه؟ الصحة طيب وشروط الوجوب أتركها واجب وهذا السؤال أيضا واجب لك يعني اتمنى منكم رفع الاجابة إلينا عن طريق القناة او عن طريق الجروب وتمنى تكون عن طريق الجروب عن طريق الخاص حتى نتمكن من حل من إجابة الأسئلة والرد عليها جزاكم الله خيرا وتمنى لكم درسا موفقا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته становится شخصا اشتركوا في القناة شكرا